اشتركوا في القناة إلا الغرام زينتنا خلونا نعيش الحق ما ننسى بسمتنا حنان الأم يعن يغمر كنتنا ما بدنا لحظة هن تعكر صفوتنا الحب أحلى شيء بنور دنيتنا طويل طريق العشق وش ديء خطوتنا أنا آسف ما فيني ضل بهذا البيت عايش بهالطريقة هاي وطنش وأنا حاسس إنه ابني محابب وجودي وما بده يعني يا ريت حطي حالك محلي رح يصير هيك بالبداية وأكيد مع الوقت رح تتعودوا على بعضكم يمكن بوعدي عنه هو سبب هالشي والحق مو عليه أنا تركته كل هالسنين هاي وما سألت عنه لازم تطول بالك عمي ليصير متل ما بدك يعني القصة بالنسبة لشريء أكيد مو سهلة وأنا بيرأيي أنت لازم تضل هون بين أهلك وعيلتك كم يوم وبتتعود خليك عم تحاول أنا آسفة عن جد تخطيت حدودي شوي واتدخلت بحياتك بس عم حاول ساعدك وكمان بيهمني تضل معنى ومع ابنك شريء لأني حابة إنه شريء يحس بحنانك هو نحرم منه من سنين وصدقني إذا بتحاول بتصير حياتكن أحسن ترجمة نانسي قنقر 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 بس أنا مو حاسس بشي تجاهه ما أنتوا أصلاً سمحتولوا يرجع ويعيشهم بالبيت وهذا رأيكم أنا ادخلت بقراركم ولا قلت لكم ليش هيك تصرفتوا خلص لكان شري نحنا بدنا يكون معنا بس لأنه أبوك أنت ليش هلأ صار بده يجي ويعيش معنا فاهميني يا ترى وين كان كل هالسنين لما أنا كنت بحاجته هلأ أتذكر أنه عنده ابن ومرأة ولا لحتى أجي على باله احكي بدك ياني أنسى كل هالشي وسامحه وأغفر له ويجي ويعيش معنا وكأنه ما صار شي أبداً هو بيظل أبوك لو شو ما صار أنت لازم تنسى الماضي شري شو قلتي مناقس قولي غير روح اعتذر منه يعني أنا اللي غلطان بحقه طبعاً لأنه مثال للأب المكافح واللي بيحب ابنه الوحيد ما هيك الكل حاطين الحق أعلي وعملوا مونع قراري ونسيانين أنه أنا اللي عشت بدون أب كلها سنين وما سأل عني ولا قال شو بدي حنون والله أنا ما عمقول أنك غلطان بقرارك أبداً اسمعني شري طول ما أنت متوتر مستحيل تعرف تفكر بطريقة صحيحة ورح تندم بعدين الأب ما بيتعوض ولا بيتكرر صدقني ولا تنسى كمان أنه أمك بحاجة لرجال بحياته لا تحاول تباعده عنه جينفي هاد اللي عم تقولي عنه أبي ما كان بدو ياني بس هاد من زمان وكل شي تغير هلأ أنا مستحيل أنسى أنه هذا الشخص ما كان بدو ياني جينفي أنت ممكن تسامحي لو كنتي محلي أنا ما بدي حدا بحياتي غير أمي وستي هني انتعبوا فيني وبحياتهم ما أثروا علي بالوقت اللي هو كان بعيده ما عم يحس بأي شي عم يصير مع ابنه ومرته بغيابه لهيك مستحيل سامحه فهمت علي؟ بتمنى ما تكوني تدايقتي أو زعلتي مني وتحاولي توقفي معي تعرفي أمي أنا حاسس حالي مهزوم وكل يوم عم أخسر شي ومقدران عوض لأشياء اللي عم أخسرها يا ترى معقول أنا غلطان لهالدرجة هاي اللي اللي طيب ليش ما في شي عم يزبط معي بهالحياة كلها ليه؟ ظن إنه هذا من حظك السيد وإنتي من إمتى عندي قناعة بالحظ وهالقصص هاي؟ من وقت ما صرت أخسر شغلات كتير بحياتي مع إني عملت جهدي لبظل موجودة بس للأسف كل شي راح أنت كنت أناني واخترت حياتك وبعدت عن ابنك ومرتك وما سألت عنه بس عم تدفع التمن وإذا بدك ترجع متل أول لازم تضحي وتحاول تدارك الخطأ اللي ارتكبته بحق عيلتك وتحاول تعوض ابنك ومرتك عن كل شي خسروه مع أنك راح تتعب كتير بس بظن العيلة بتستحق أكتر وأنا راح ساعدك كمان أمي أصعب شي بالعالم أنه يكون ابنك مو متقبلك وطبعا ما عملوه مو أبدا لأنه أنا اللي غلطت بحقه كل ياتنا غلطنا بحق بعضنا بس أنت الوحيدة اللي مستحيل أنك تغلطي بحق حدا لأنه طول عمرك جامعة العيلة وحتى ابني ومرتي عايشين مرتاحين هلأ بفضلك أنت وهنهم بيحبوك كتير وأنا لو ضليت مئة سنة ما راح أقدملهم اللي أنت قدمتيلهم إياه أنا وضعي صعب كتير بإمكانك تعوض كل شي راح وتبدأ من الأول وما تفكر حالك متأخر لأنه لسه في وقت حاول تخلي عيلتك تتعوض عليك وبتتوقع ينجح بهذا الشي المفروض لا لا شري مستحيل يتقبلني بحياته أنت حاول وخلي الوقت هو اللي يحكم الوقت كفيل بإنه يغيره ويقربكم من بعض أكتر أنت أبو لازم تحافظ على عيلتك خليهم هلأ يتعودوا عليك وأنا متأكدة راح تنجح لا ما بعتقد صدقيني أنا متأكد أنه الشري راح يكون مبسوط أكتر لما روح من هون شو أصدك؟ شو عم تحاول تقول؟ لازم أطلع من حياته لشري لأنه إذا أنا ضليت هون كتير راح يتدايق هيك أحسن وما بدي حس أني السبب بتعاست ابني بعد هالعمر هات عم تفهميني؟ وأنا من واجبي إني حقق له رغبته بهذا الشي بعد إذنك طبعا إذا هي كانت رغبتك وهالشي بريحك فأنا ما فيني أمنعك وأجبرك تضل؟ أنا ما فيني يضل هون مع أني طول عمري متمنى هاللحظة تيجي وعم استناها يمكن مثل ما قلتي عم ادفع ثمن أنا نيتي وغيابي الطويل وهلأ فشلت أني أرجع وخلي عيلتي تتقبلني وتحبني وبظن ما كن حاكمة أنا كنت غبي وما حسبت حساب أنه ابني ممكن ما يتقبلني أبدا وفكرت أنه رح يكون إلي إيمي لما برجع على البيت بس للأسف كله طلع غلط ركدت ورا أحلاني ونسيت عيلتي اللي هي أغلشي عندي وأهم شي بحياتي وعشت لحالي بهالدنيا الغريبة هاي شعور كتير بشع ما عم قدر أوصفه يهريت الزمن يرجع لوراه كنت ما تركت البيت وعيلتي ورحت تخيلي ابني بهالعمر طلع فهمان أكتر مني ابني اللي عمره 28 سنة طلع فهمان أكتر من أبو وبيعرف أكتر شو معنى العيلة السعيدة شريه خلاك تحس هيك؟ إيه؟ خلاني حس إنه مهما كان عندي أحلام وطموحات بس بتضل عيلتي هي أهم شي ولازم حافظ عليها حسيت قديش أنا صغير بس خلص فات الأوان والظاهر إنه هذا قدري ولازم إني أتحمل غلطي هاد وإذكر بتمنى تضل مو حلو البيت بلاك ونرمادة بحاشتك هلأ بس شريه ما بتضياني بهالبيت يا أمي فكر بمرتك من وقت ما تركت وهي حاسة حالة وحيدة ومالها حدا بهالدنيا وعايشة مثل الغريبة وبتضل زعلانة بس لما رجعت أنت صارت قويه وحسيت إنه عنده فرصة ترجع وأحسن من قبل نرمادة محتارة بيني وبين ابنها ولهلأ هي ما عم تقدر تاخد قرار وإنتي كمان لا تاخد قرار هلأ يعني عاطي حالك فرصة وفكر على مهلك ما بديك إنه تعيد نفس الغلط مرة تانية شو أصديك؟ أصدي لا تاخد قرار إنك تترك هاد البيت وما ترجع له أنا خجلان إن يقول عن حالي أب يا أمي أوعك تخجل من شي خليك فخور دائما إنك أبوه لشري لأنه هو عن جد ولد منيح وإذا ضليت هون وتقربت منه رح تكتشف إنه كان معي حق أمي معقول تكوني سامحتيني من قلبك شو أنت نسيان إنك ابني؟ وأنا أصلاً ماني زعلانة منك بس لا تروح وتتركني خليك هون عايش معنا بالبيت لأني ما حد أقدر على بعدك شكراً للمشاهدة شري شري بكره من كل قلبي وما عم بقدر سامحه بنوبه وما عم حس تجاهه بأي شعوري حسسني إنه هذا أبي خلي يروح بحال سبيله ويتركنا بحالنا شري لو سمحتي لا تدخلي إنتي أنا ما بدي إياه طالما قدر يعيش بدوننا كل هالفترة خليه يرجع هلأ ويعيش لحاله ويتركنا بقى نعيش متل ما كنا قبل أنا مستغرب شو اللي يغيره وخلاي يتخذ قرار ويرجع ليعيش معنا بعد كل هالمدة هي نحنا مو بحاجة إله ولا بدنا يعه حتى ما بيصير تحكي هيك عن أبوك مستحيل واحد متل هادي يكون أبيه أنا بالنسبة إلي هو ميت من زمان وعشت كل هالسنين لحالي أنا وأمي وهو بعيد عنه فما رح تفرق معي هاي الحركات اللي عم يساوية ما رح تخليني يحبه لأنه تأخر كتير جنافي الموضوع مو بإيدي صدقيني أنا هلأ ما بحس تجاهه بأي شي بنوب يعني وجوده بالبيت أو غيابه بالنسبة إلي مثل بعض يمكن أنا كنت اشتقله واتمنى شوفه واسأل عنه وقول يا ترى ليش هو تركنا بس ما لقيت جواب شو بيخلي أبي يترك عيلته ويطلع من البيت أنا ما عم أفهم ومن شان هيك مستحيل أن يسامحه أبداً ولازم يتركنا سمعني مني شو ما حكى قبلنا مهاك يا ريت تكون هادي وما تعصي بترجاك كرمالي حلو والله ممتاز قاعد هون وعم تشرب شاي وكأنك واحد من هالعيلة يا عيني عليك والله بيش وعلي عن جد؟ طيب قللي كيف بتحب عاملك وبأي طريقة بدك أحكي؟ ولا اسكوت أحسن؟ لا أنت عم تقول أن أسلوبي بالحكي مو عاجبك بغض النظر عن أسلوبي أنا ما بدي ياك تعيش هون شري لا تحكي هيك مع أبوك؟ أنا عم أحكي بصراحة وماني مضطر أني جامل حدا أبداً لازم يعرف أني مو حابب يضل معنا ومثل ما كان عايش بلانا فيه هلا يرجع ويتركنا أهدي حمد شو أصدق بها الحكي؟ أنا قلتلك أني ما رح أقدر أترك البيت لأسباب كتير لهيك رح ضل أنا ما بدي أسمع ولا سبب من هالأسباب التافها لأنه هالأسباب كلها شخصية وما لأي علاقة فينا أصلاً طول عمرك ما بتفكر إلا بحالك وبس شري؟ عايب هالحكي إبني؟ حاجة دافعي عنه أصلاً أنت أول واحدة لازم تكوني ضد إنه يضلهون غريب هلأ معقول كلكن قدرتوا تسامحوا؟ كل هالوقت اللي ترككم فيه ما سألتوا وين كان؟ ليش تخلى عن عيلته ومشي؟ شو هو الشي اللي أخدوا مننا وخلى يروحوا يستغني عننا؟ بتكون ياني بعد كل شي صار استقبله بالأحضان؟ بس يا ابني أنا لا تقل لي ابني لأنه ما بيحقلك تنادي لي هيك لو كنت ابنك ما كنت تركتني كلها السنين هي بترجاك لا تجرحني أكتر من هيك لأنه هذا الحكي تعبني وما فيني ردة عليه والله زعلتني ما فيك ترد هلا أصلاً شو بدك تحكي وكيف بدك تبرر تصرفاتك؟ انت تركتنا من سنين طويلة من دون ما تسأل ولا سؤال عنا من شان تحقق أهدافك العظيمة شو صار هلا؟ تذكرت إنه في عندك عيلة؟ ليش انت بتعرفنا ولا متذكرنا؟ انت على مين عم تكذب؟ هاي الحركات مستحيل تمشي علي لهيك انت لازم تطلع من هون شري استني أنا ما كنت مخطط أبداً إني أرجع على البيت أنا أجيت بشكل مفاجئ صدقني إيه بس أنت وأنت معك حق بكل شي حكيته واتهمتني فيه هلا بس لا تقول عني عم إكذب لأنه أنا ما كذبت رجاء بحياتي ما نسيتكن أصلاً وقت رجعت حسيت رجعت لي حياتي بغض النظر إذا كنت تأخرت بهالرجع ولا لا بس أنا ما فيني أترككم وأنتوا هلأ لازم تساعدوني أنا بحاجة لهذا الحنان وهي الثقة والأمان لحتى أبلش حياتي من جديد معكم وبتمنى أنكم تفهموني كيف؟ يعني قررت تضل هون؟ في كثير قيود مفروضة علي وأنا لازم حلة قبل فوات الأول حلو كتير عن جدلة بقلك كتير دور المسكين والمعتر دخلك فيني أعرف شو هالقيود؟ شري أنا بعرفك واعي وبتقدر ظروف غيرك شو ما كانت وبظن هاد أبوك ومن حقه عليك إنك تفهمه مستحيل يتقبل يعيش معي بنفس البيت وما بدي أي نقاش بهذا الموضوع بس هو قال إنه مستعدي ينسى الماضي ليش ما بدك تعطيه فرصة تانية؟ لنفرض إنه مثل ما عم تحكي مستعدي ينسى الماضي شو الضمانة إنه ما يتركنا مرة تانية؟ هو تركنا من زمان وراح وهلأ ممكن يعمله وهالمرة رح تكون أصعب لأنه وعدكم يضل وما رح يوفي بوعده أنا مستحيل اترككم هلأ بس أنا ماني متأكد هلأ هو ما رح يتركنا وبده يبقى عايش معنا لازم نساعده مون وقف بوشه أنت واثقة إنه هو رح يضل هون متل ما عم تحكي؟ يمكن أول فرصة بتصر له رح يترك البيت ويمشي يعني ما تعودتي عليه؟ شريء إذا الحياة كانت ضده ما رح كون أنا والحياة عليه إذا أنا أمه ما فهمته مين بده يفهمه خليك واعي وعم تعالج الأمور بإدراك أكتر وإياك تتسرع ماشي خلينا نسمع رأي كل واحد فيكم من شان ما حدا يأثر على الثاني وكل واحد يقول رأيه بصراحة شو رأيكم بالشخص اللي تركني وترك أمي ونحن بيأمس الحاجة إله وراح سافر؟ وهلأ حضرته بكل بساطة عم يدور على مكانه كأب بيناتنا ولا كأنه راحوا غاب عنه أنا عم أسأل سؤال بسيط وياريت تجاوبوني عليه إذا سكتوا رح أفهم إن كن ضده شو؟ ما حدا بده يحكي؟ ليش سكتوا؟ شو بكون؟ يلا أمي طالما الكل سكت معناها ما حدا بده يامعنا شفت بعينك؟ الكل هلأ خجلانين يحكوا معك بس رأيهم واضح لأنهم ضلوا ساكتين يعني كلهم بدون ياك تترك البيت شري يا ريت ما تتسرع وتستنى شوي قصدي عطيهم شوية وقت لحتى يقولوا رأيهم سكوتهم ما بيعني إنه ما بدهم ماشي رح بلش أنا بالأول أحكي أنا بدي ابني يرجع يعيش معي بالبيت أنا أمه بالنهاية كيف فيني أجي ضده؟ إذا ابني ندمان على ماضي فأنا من واجبي إني سامحه أغفر له وأعطيه فرصة تانية بس يا ستي ونحن شو؟ صوتي ما رح يساعدك بس بظنه مهم وجهات نظركن كمان مهمة نرما دا؟ شو رأيك أنت؟ يمكن أبوك يكون غلط بحقي كتير تركني وأنا بيحاجة إله سافر وأنا حامل فيك بس هلأ رجع على بيته يمكن مو كرمالي ولا كرمالك بس المهم رجع إذا بدنا هلأ نحاسبه على الماضي يمكن نكون عم نظلم ونظلم حانا أنا بدي أيضا المعنى المهم ما يرجع يا أيش بعيد عنه أمي معقول؟ شري؟ نرما دا نحكي بالأمور التانية بعدين لاكس مي كانت؟ شو رأيك أنت؟ أنا أكيد رح أوافق إنه جاي يرجع يعيش هون بالبيت أنا سببت لكم جرح أكبر من اللي سببه هو مع هيك قدرتوا تسامحوني كلكم نحنا هلأ أكيد لازم نعطي فرصة تاني طبعا هي وجهة نظر موسيقى معقول؟ حتى أنت بصفه؟ قبل ما يكون أبوك هو واحد من العيلة وهذا بيته فكر بالموضوع وبتعرف إنه معي حق بعدين يا شري أنا الغريب وهو صاحب البيت كثيري؟ شري، لازم تسامح أخي وتعطي فرصة تاني لا تكون أناني بتفكيرك وتخلي إمك تتعب مرة تاني خلينا نرجع عيلي وحده وإنت كمان، بعد فترة رح تشوف الفرق ورح تحس إنه البيت صار أحلى بوجود أخي موسيقى موسيقى شري، أنت كل حياتنا وبتعرف هالشي بس بصراحة بهذا الموضوع بالذات أنا معني معك يعني أنا كمان بدي أخي يرجع ويعيش معنا بدي يرجع بيتنا متل قبل شريو شري من لما رجع زوجي وأنا مرتاحة وبيدي نرمادة تعيش نفس شعوري وجود أبوك بحياته مهم كتير وإذا أنت كمان شفت الموضوع من وجهة نظرنا رح توافق أكيد سارو أنا كمان يعني ما فيني أبداً كون ضد الكل وارفوض وبالنسبة إلي أنتوا كل كون أهلي شري؟ شري؟ دور جينفي يا ريت تقولي رأيك بكل صراحة ولا تحكي شيء أنت مو حسستي أبداً شري إذا بتريد؟ أنا حابة أني ما أقول رأيي بها الموضوع يعني أنت سمعت رأيي الكل ما في داعي تسمع رأيي لا أحكي بدي أعرف رأيك ومصور تحكي هلأ قدامي شري لو سمحت بلاها قولي وبصراحة إذا بدك أبي يضل معنا هون بالبيت ولا لأ؟ أنا بصراحة رأيي من رأيي الأغلبية بس ما بدي تزعل هذا رأيي ومو أكتر بلا هالمقدمات هلأ احكي شو هو قرارك شري مهما الواحد لفه ودار بالدنيا بالأخير ما قاله غير عيلته مشان هيك أنت لازم تقبل أنه عمي يضل معنا بالبيت يعني أنت موافقة أنه أبي يضل هون ما هيك؟ بصراحة أنا بشوف أنه الكل هون معه انحق لأنه عمي بحاجتنا كلنا ونحنا لازم نوقف معه شري 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 سمعني بس كلمة شري ممكن أعرف ليش بدك تلغي كل الإجتماعات اليوم؟ لأنه مزاجي ممنح وتعبان شوي شري ممكن بلأ أسئلة؟ ليش دائما أنا لازم أتحمل رغبات كل الناس اللي حواليه؟ قل لي شو صاير معاك؟ صعب بعد هالعمر تلاقي حالك بين خيارين؟ ليش؟ ليش رجع هلق؟ شو بده مني بعد ما صرت كبير؟ فهمني أنا لهلق مفاهمان شي قل لي شو صاير معاك؟ أحسن ما تعصب وتنرفز على الفاضي يمكن ساعدك ولو شوي ساعدني؟ شو شايفني ولد صغير بده مساعدة ولا شو منيش؟ بدك تعرف القصة؟ اللي اسمه أرجي تتذكروا ما هيك؟ تخيل إنه هو طلع قبيل حقيقي هالشي ما بيجنن؟ عن جد؟ والله انت انصدمت مو هيك؟ لكن تخيل أنا حالتي كيف؟ طيب قل لي عيلتك شو كان رأيها؟ الكل بالبيت رحبوا فيه والكل مبسوطين ونسيوا إنه تركهم كلها سنين انت متخيل موقفي؟ هلق بده نياه يعيش معنا بنفس البيت مانيش أنا راح طق لك بتصدق حتى مرتي جنفي كان رأيها من رأي الكل اللي وافقت إنه يبقى معنا بس دقيقة يعني هو بده يعيش معكم؟ هو حابب يظل عايش معنا بنفس البيت بس أنا مستحيل وافق على هالشي حتى لو وافقوا يعني مانيش لو سمحت حت حالك محلي وقل لي شو قد صراف؟ كل أهلك ضدك وانت لحالك رافض وما حدا عم يسمع شو بدك؟ مرت يققر بالناس إلي كمان ضدي بتصدق هالشي مانيش؟ شري جنفي بطبيعة عاطفية شوي لو سمحت لا تدافع عن جنفي لأنه أنا كتير مأهور منها بغض النظر إذا كانت عاطفية ولا لا بس لازم توقف معي حتى لو كنت أنا غلطان بتظل مرتي هاي جنفي اللي اتصلت؟ لازم ترد عليها من شان تحلو هالخلافي اللي بيناتكم ما بدي إحكي لا مع ولا مع غيرها ماشي لك أنا منحكي بوقت تاني مانيش يا ريت ما تتدايق وتقدر موقفي أنا تعبان وحابب ظل حالي ماشي شكراً خارج التغطية موبايلو يا ربي، وين بده يكون راح؟ اتطمني، بيكون راح على الشغل بس أكيد ما في تغطية هاي أول مرة بشوفه معصي، بالعادة ما بيتصرف هيك، ابني ولد كتير واعي نار ماذا؟ ما بعرف ليش عم تجيني أفكار سيئة، يعني بركة عمل بحاله شي شري واعي ومستحيل يعمل شي، بس هو معصي، وأكيد بس يهدى راح يرجع لهم شو الفائد يا نالحكي هلأ؟ شو أصدك؟ أصدي مو أنا السبب؟ ها؟ يعني إذا رجع على البيت ولضل بالشغل على طول، هالشي هاد ما راح يغير من رأيه السيئ فيني نهائياً أنا بالنسبة إله شخص ماني موجود، يعني ناكرة، شو متوقع يصير بعد هالحكي؟ بس نحنا ما بدنا ياكتلوم حالك وتضل تحس بالزنب، حتى لو ما لمت حالي، ابني ما راح يحبني أبداً أنت غلطان، أي شي مع الوقت راح يتغير، وما فيك تتأكد من شي طالما هو بيخضع للزمن وبيتغير، هاي أنا كنت سيئ كتير بحق هالعيلة وقلت مستحيل إنه يتصلح شي بيني وبينهم وما راح يسامحوني، بس بعدين سامحوني، ولكني عايش معهم أنا كمان حكيت هيك، كلنا ممكن نغلط، ولازم نسامح الناس ليسامحونا شري بعده صغير على هالتجربة، بس أكيد راح يسامحك متأكدة أمي، أنت أكيد ما كنتي راح تسامحيني ولا تستقبليني ما هيك؟ بس بعد ما شفتيني، عرفتي قديش أنا حابة بكون معكم مع أني بعرف أني غلط بحقكم كتير، بس صدقيني ندمت وما في أي شي بيخليني يعيش مرتاح غير لما ابني سامحني روقه لا تستعجل، يمكن القصة تطول كم يوم، بس بالنهاية شري راح يسامحك ويتقرب منك أكيد يمكن هو هلأ عام يحاسبك على غيابك لأنه كان بحاجتك بس صدقني يا ابني أنت عطيه شوية وقت، وكل شي راح يكون منيح ومتل ما بدك يا ريت يا أمي كلامك يكون صحيح ويصير ابني يتقبلني، هذا أكتر شي بيتمنى ما في شي مستحيل، لأنه الرابط اللي بينك وبين شري ابنك أقوى من كل شي حتى البعد ما راح يفرق بيناتكن، لأنه شري ابنك والدم بحياته ما بصير مي لهيك لا تيأس قوم كل، من الصبح أنت مو أكل شي ما بدي أكل، خليني اطمان عشري بالأول لا تخاف، هلأ بيرجع وبلك ما رجع شو أعمل، خطوا له هلأ بعده مسكر هالولد عم يحسسني بالزنب كتير أنا السبب بكل شي صار وما راح سامح حالي كافيري بتعرفي وينها جانفي؟ أنا اتصلت فيها من شوي مشان اطمن عنه وعنه شو يعني؟ بس ما يكون شري لستاتو زعلان منه؟ أنا ما بعرف إذا لستاتو زعلان، لأني ما قدرت أحكي معا منيح وقتها ما بعرف ليش تأخرت هي التانية شري؟ هم؟ ليش مو بايلك عن خارج التغطية؟ فيك تروح وترتاح لبين ما حضر لك العشاء ما بدي أكل، بس ما بيصير قلتلك لا، هذا الشي فيني قرروا لحالي كمان هاد بدكن تتدخلوا فيه وتقلولي أمتى أكل وأمتى لا؟ خليني على القليلة حس إنه في إلي رأيي بسطت مهي، صار اللي بدك ياه هلأ، ومتل ما خططت، كلونا رضيوا إنك تعيش معوهم هون عنجدني يا لك أنا؟ شري؟ بصراحة مو جاي على بالي أحكي وخاني بس خليني أقول لك شغلة كتير مهمة أنا ما رح أتقبلك لا هلا ولا بعد مليون سنة وما رح تعنيلي وتأكد كمان مهما تقربت وكنت منيح معي مستحيل حبك ولا بدي إياك تكون أبي تذكر هالحكي على طول من شان ما تتأمل مني أني أغير رأيي بشي موقفك مو أصعب من موقفي لما كنت صغير وقت كانوا يسألوني عنك لهيك أنا هلا مو بحاجة لوجودك بنو شري؟ لكن شري حكيت مع أهلي مبارح و قلت لهم إنوا عم ندور عبيت تعرف انه صور الرحلة تبعاتنا طلعوا مبارح عندي شغل هلا مو فاضي مو مهم الحكي بيناتنا اهم من اي شغل عم تعملوا شري ما لازم انخلي الزعلي اسرع حياتنا ماشي ممكن تقليلي شو بدك مني شري اذا بتريد حياتي لا تضل زعلان لانك مو حلو انت زعلان ابدا ما انت اللي خليتيني ازعل منك يا جنفي يمكن تكوني تعطفتي مع ابي وعيلتي بس كنتي ما لازم تجي ضدي قدامهم وتخليهم يشمتهم لك شري انا ما كان قصدي ابدا اني اجي ضدك بهالقصة بس انت وقفتي مع الكل وهذا الشي بيعني انك تركتي جوزك ووقفتي ضده وما همك زعله خلصنا شري انا اصلا تعطفت مع ابوك لانه وحيد وما له حدا غيرك حاجتك بقى حتى لو انا كنت غلطان وانتي حساتي بهالشي كنتي لازم بس توقفي معي قدام الناس من شان ما حس حالي انا وحيد كمان هيك كنتي المفروض تساوي مو توقفي ضدي مع الكل شري يعني معقول بدك ياني يلغي شخصيتي وايجي معاك على الغلط انا ما عم يلغي شخصيتك عم يلك وقفي معي يعني بدك ستي وحماتي يزعلوا مني ويتضايقوا لا اكيد ستي وامي بيفكروا بعاطفتهم انتي الوحيدة اللي لازم تفكري بمنطقية اكتر انا وقفت جنب حماتي لاني مرأة مثلا وما حدا بيحس بيجرح المرأة غير المرأة ما فكرت اذا راح ابوك امك شو هيصير فيها هي رح تنهار مرة تانية صحيح هو بعد عنا فترة طويلة بس لما رجع حست انه رجع للامان وقدرت تضحك وتفرح من جديد ولو بيقيد اكيد ما خلته يروح بس لما رجع سامحته لانه جوزة لازم تحس بي امك وتوقف معه حتى لو كنت معنك متقبل الوضع لا توقف بوش سعادتها لانك رح تدمرها هيك ورح تحس انك ضدها دائما جانبي انا بعرف منيح امي شلون بتفكر انا متأكدة وبعرف هالشي بس اللي بعرفه كتير منيح انه قلبك طيب وبعرف مدى اهمية حماتي وستي وراحتهم بالنسبة اليك وبعرف انه سعادتهم كمان بتهمك اكيد شري لا تكون اناني وفكر بطريقة منيحة متل ما بعرفك ولا تخلي حدا يزعل وصدقني كلهم رح يكونوا مبسوطين منك وليش لازم ضحي لخلي الكل مبسوطين ومرتاحين؟ لانك ابنهم ولازم تحس فيهم شري لو بتفكر بالموضوع من وجهة نظري تعرف انه معي حق ولا تصعبه كتير لانه الامور رح تكون لصالحك بكرة بتشوف رجعت ابوك على هذا البيت حاملة معا كل شي منيح وشو هلا؟ رح يمشي حاله ولا لا؟ هي مروحة المحرك لي موجودة جوا عالقان فيها وسخة امتى ومش الحال؟ شغلتها بسيطة تعرف شو؟ أخذناها لعند اتنين مسلحين من قبل وطلبوا مننا نكبوا ونشيب غيره ايه لا ما في داعي تغيروه لانه لساته جديد ايه والله ما كان في مشكلة غير تضجة وهلأ ما عد في شي ابنه نظبوط تاريك شاطر بهالقصص ايه كافيري تعي بسرعة شوفي؟ يلا 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 واقفي هون؟ ليش؟ بس 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 عادي هون؟ وهي قاعدت ساويلي مساج لرجلي عفوا انا ساويلك مساج معقول؟ انت اكيد عم تمزح مو؟ قولي المكرويف كان عم يشتغل ولا لا؟ لا يعني مو انا اللي صلحت لك المكرويف لهيك رجلي وجوني عادي وساويلي مساج لرجلي يلا بسرعة انت عن جد ما بتستحق حرامة علي تغبت كلها المدة عنها ولستاتك عم تدايقة؟ كانت صغيري وقت اللي رحت وكانت تقيلة وعصبية كتير متل هلا وكنت دايما اللعبة وركبة على ظهري وهلا ما بتعمللي مساج بدل ما تقعد ودليك لي رجلي من التعب والمشي لك خلال سبا يلا تعي تعي بسرعة يلا ايه قللي هلا مين كان يساويلك مساج وقت كنت بأميركا؟ طالما عم تطلب مني يساويلك مساج معناها كان في حدا يساويلك هنيك صراحة ما حدا بس بحس انك خبيرة بمساجات الرجلي وعندي خلمسي خاصة فيهم حاش غلازة خلاص هات رجلك راح ساويلك شكرا مع انك ما بتستاهل ابدا بس يلا مو مشكلين اخ يا ويلي وجعتيني كتير ها عم بمزح طويل طريق العاشر